حديث دائما عن تشريعيات 12 رجوان الآن في أحزاب قررت المقاطعة والبعض قال أن هذا من حقها لكن في رأيكم تعتبرونها أنها أزمة ثقة في السلطة أنها تنظم انتخابات الشرعية من أن هذه الأحزاب عندها مناورات سياسية أخرى حسابات أخرى هي في الساحة السياسية الآن يعني كل حزب أو كل شخصية سياسية عندها نظرة المشكلة لدينا في الجزائر أننا ما نسمعوش لبعضنا لبعض لأننا ما نحاوروش لبعضنا لبعض أصلا لأن كل واحد يظن باللي هو اللي عنده الحق الكاملة يلديتين لذيرتين بصولي كل واحد بالنسبة لي هو عنده الحق بالآخرين غلطين وهذا ليس حوار وهذه ليس سياسة يعني السياسة هي كيفية أنك دائما تخلي العلاقة موجودة بينك و بين الآخرين وكيفية أنك تحاورهم وتوصل معهم أنهم يثقوا فيك وتثق فيهم نحن الآن الثقة ليس فقط بين السياسيين بين الشعب والمؤسسات بين الأفراد يعني الثقة الآن صعب جدا ليس تسترجعها الآن في السياسة لك الحق أنت كسياسي أنك تأخذ الموقف اللي بغيت يعني الموقف اللي تشوفه صعب وتأخذه تأخذ الموقف ولكن هذا الموقف ما يكونش نهائي كسياسي لازم دائما تفتح الأبواب ودائما تخلي الأبواب مفتوحة للآخرين اللي عارضك اللي خصمك اللي ما تفقش معه ممكن في يوم الأيام تشوف راقب اللي أنت مخطئ ممكن في يوم الأيام أنك تلقى يعني أرضية يعني اللي تقدر تناقش فيها مع الآخرين وبيتري دائما الباب مفتوح لآن حزب يأخذ موقف عنده حق لما يناقش فيها يكلتا عنده حق يأخذ أي موقف ولكن الموقف تاك لما تأخذه كسياسي وألنت عليه كسياسي ما ترغموش على الآخرين وما تستعملش أيضا العنف لللفظي ولا الجسدي ولا الممارسات باش الموقف تاك تحوس أنك تطبقه على الجميع تعطي له شرعية شرع عنه يعني لا بالقوة فإحنا كما منقبلوش من السلطة أن تدخل بالقوة في العمل السياسي إذا منقبلوش من حزب السياسي أن يستعمل للعنف باش يفرض الرأي تاهم وكين الأفراد يحوس يفرضوا الرأي تاهم بالعنف إحنا في جبهة المستقبل دائما الخطأ بتاعنا أننا نفتح النقاش مع الجميع ونحاور الجميع ومعننا حتى خصم ولا عدو جزيريين كل واحد يحب الجزيرة بطريقته وكل واحد يشوف الحل المشاكل اللي عايشينها بين نظرته بفكره برويته ولكن هذا ممش عنه معناه أنك أنت اللي صائب وإحنا مخطئين نحاول بعضنا البعض ممكن لو نتلقوا مع بعضنا البعض كل واحد يشوف من زاوية ونشوفون كل زاوية وبالتالي إحنا معاه أن تحترم مواقف الأشخاص الأفراد والسياسيين والشخصيات والأحزاب تحترم ولكن أيضا على الأحزاب وهذه الشخصيات أنها تحترم رأي الآخرين واضح وما لازمش لأن إحنا شفنا في الخطابة تعالعنف واحد يمشى إلى شيء نخونه قال نتخي ولا تتعى السلطة ولا تتبعوك ولا تتعشيروك ولا تتعى كذا والآخرين قلت ضد السلطة نترك نتعى فرنسا ونترك نتعى كذا وننعت ننعت بعضنا البعض بأشياء اللي وش تصر أن يعني الشرخ اللي بيناتنا يزيد يكبر ونخشوا ونخشوا في الحقد والكراهية وهذا يدينا العنف يدينا العنف على بعضنا البعض لابد أن وهذا مسؤولية السياسية أن الخطاب يكون خطاب ليجمع إنسان اللي يشوف باللي الكلمة نتعى ورح تتفرق ويقول هاش ولو على حق لكلمتي على حق ونشوف أن نتفرق بين الإخوة ما نقول هاش لابد أن نقول كلمة لتجمع الناس ونحاول نزرع المحبة بين الناس نحاول أن نزرع الأمل عند أولادنا اللي رأوا هار بين نحاول أننا ولو أننا نشوف فيها أخطاء ونحاول نعالج هذه الأخطاء ولكن بعقلانية بفكر اللي يحاول أنه يحل الأزمة وليس يأزمة أكثر ممكن أن في بعض الأحيان نحاول أننا نحل المشكل ولكن نستعمل آليات ونستعمل أشياء اللي تأزم المشكل وما تحلوش وبتالي احنا لابد نكون عندنا الحكمة كسياسيين ونتعمى بعضنا البعض أنا نحترم كل الأحزاب بالموقف انتحى على خطأ أو سواب وانتناقش ربما الوقت هو الدكتور ربما الوقت اللي حيعطي الحق في الأخير ولكن بالنسبة ترجمة نانسي قنقر